من آلة إلى أخرى يتنقل إسحاق في محاولة لإرسال مبلغ مالي إلى صنعاء لعلاج والدته لكن دون جدوى بعد أن رفضت المكاتب وشركات الصرافة رسال الحوالات بالعمولات التي اعتمدها فرع البنك المركزي مؤخرا والمحددة بواحد في المئة حيث وصلت المبالك المستقطعة إلى 15% من إجمالي مبلغ الحوالة خلال الأيام الماضية معنا مريض في صنعاء وجمعنا له مبلغ ما يقارب 10 ألف سعودي من السعودية حولوها نهل عندي أريد أن يحاولها لصنعاء قال لي يريد من قابل المليون 70 ألف حق الحوالة فقط للعاصمة صنعاء مع هذا لا يمكن تحويلها مرة واحدة بل يريد أن يحاولها عشر حوالات هم كانوا محتاجين يريدون أن يعملوا عملية يلجأ الناس إلى إرسال حوالاتهم عبر سيارات النقل من وإلى مأرب وذلك بسبب ارتفاع رسوم التحويل غير أن ذلك يعرض أموالهم إلى مخاطر كثيرة فضلا عن تعميمات البنك للنقاط الأمنية بمنع خروج العملة من مأرب ليست عملية التحويل وحدها ما يعانيه الناس فهناك ارتفاع وتباين في أسعار الريال مقابل العملات حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 630 ريالا بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 165 ريالا في وقت ترفض الجهات المعنية التصريحة حول ما تشهده السوق المصرفية بالمحافظة سرحت محل الصرفة علشان أحول كان عندي زلط فيقول لي الميتر ألف عليها ألف طيب الملون كامل مليون على يقل الستين ألف يعني ما أقول إن المليون توصل إلى ستين ألف فأضطريت لنا أخذ الزلط وأرسلها مع صاحب الباص اجتماعات استثنائية متواصلة لفرع البنك المركزي وشركات الصرافة والبلوك العاملة هنا حددت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظة واتخذت عدد من الإجراءات والتدابير لمواجهة التحديات التي تشهدها السوق المالية بمأرب وفي مقدمتها سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة وعملية الابتزاز التي يتعرض لها الصرافون هنا من قبل شركات الصرافة في مناطق سيطرة الإنقلاب غير أن كل ذلك لم يطبق حتى اللحظة فرع البنك المركزي في مأرب الذي يكثف من اجتماعاته حدد عمولات التحويل وتوعد المخالفين بعقوبات قاسية غير أن شركات الصرافة على ما يبدو امتنعت عن التحويل وإن حدث فبرسوم مرتفعة جدا تجعل المواطن يفكر كثيرا بحلول بديلة تلب احتياجاته اليومية خليل طويل قناة بلقيس مأرب